يا خالق الأكوان يا رباه يا وحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إنا داك الله يا الله يا الله رحلة إلى السماء رحلة إلى السماء رحلة مختلفة بكامل تفاصيلها رحلة ستنقل حالك إلى أفضل حال رحلة يحلق بها القلب ليتعلق بمن هو في السماء رحلة تزيد الشوق شوقا والحب حبا والخوف خوفا رحلة نتعرف معها على الله عز وجل أكثر رحلة تزيدنا تعلقا بالله وتعظيما له عز وجل أهلا بكم في برنامج رحلة إلى السماء نقف في كل حلقة على ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنة نعرف معانيها ونتأمل ما أعظمها لنهتدي بها رحلة إلى السماء رحلة إلى السماء نستعد الآن لنحلق سويا نحو السماء نحلق بقلوبنا قبل أجسادنا نحلق بأرواحنا قبل أبصارنا ونتأمل عظمة الله عز وجل بمعرفة أسماءه الحسنى وصفاته العلا نحقق الغاية من خلق الخلق فإن الخلق غايتهم الوصول إلى خالقهم عز وجل وصولا بتعظيمه والتذلل له وإخلاص العبادة له عز وجل كيف يكون ذلك بمعرفة الله سبحانه وتعالى سنتعرف الآن على أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى الأول الآخر الظاهر الباطن نعم هو الأول ما أعظمه وهو الآخر ما أدومه وهو الظاهر ما أعلاه وهو الباطن ما أعلمه قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الأول هو الله الأول وكل ما سواه حادث بعده عز وجل قصده دائما ليكن في بالك هو الأول ليكن في قلبك هو الأول ليكن في خشيتك هو الأول ليكن في رجائك هو الأول عز وجل الآخر أي أنه هو الغاية سبحانه وتعالى هو الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات نعم تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها اجعل غايتك في جميع أعمالك حركاتك وسكناتك عباداتك بل حتى عاداتك اجعل غايتك الله عز وجل هو الآخر هو الله الظاهر يدل على عظمة صفاته واضمح لا لكل شيء عند عظمته سبحانه ظاهر فوق كل شيء سبحانه الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره هو ظاهر سبحانه على كل شيء هو الله الباطن هو الله الباطن مطلع على السرائر لا تخفى عليه الضمائر عليم بالخبايا والخفايا كل شيء قد أحاطه علمه أحبك يا الله يدل هو الله الباطن هو الله الباطن قريب من عباده هو الله الباطن قريب من عباده هو معهم أينما كانوا بعلمه وهو بذاته ظاهر على كل شيء فوق سماواته مستوي على عرشه سبحانه وتعالى رحلة إلى السماء يا خالق الأكوان يا رباه يا وحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب أكاديمية إتقان الإلكترونية التميز في تعليم القرآن والإبداع في غرس قيمه اشتركوا في القناة